يواصل ضيوف الرحمن من الحجاج المصريين رمي الجمرات ليوم تشريق الثاني وسط إجراءات لوجستية ميسرة من قبل السلطات السعودية وقد استأنفت عيادات البعثة الطبية المصرية بمكة المكرمة عملها لاستقبال الحقل الحجاجة مع يوم التشريق الثاني استعداداً لرمي الجمرات بمشعر ميناء ومغادرة المتحللين من ضيوف الرحمن للعودة إلى بلادهم تواصل البعثة الطبيات المصرية عملها بمخيمات الحجاج المصريين لتقديم الخدمات الطبية العاجلة لهم وصرف الهلاج بل ورصد الحالات التي يتم دخولها بالمستشفات أولاً بأول من بعد رمي الجمرات إن شاء الله بعد الظهر إن شاء الله فريق إعادات كل فريق سيطلع على الإعادة بتاعته وإن شاء الله سيتم تشغيل الإعادات في جميع الفنادق اللي كانت شغالها قبل كده من الساعة 5 إن شاء الله بكرة عصراً إن بطشات بتاعتها المعتادة على مدر الـ 24 ساعة بعد كده الفريق الوقائي النهاردة كمان هو قام بالمرور على المخيمات اللي فيها أماكن تواجد الحجاج وتم عمل ندوات توعوية ليهم وتسقفية بالإضافة أنهم تعرفهم بأماكن وجود إقامة البعثة عندنا غرفة الطوارئ كمان بتعمل على مدار الـ 24 ساعة هنا وإحنا موجودين في ميناء وإحنا في خلال في ميناء النهاردة وإمبارح تم توقيع الكشف الطبي ترد علينا في الإعادات حوالي ما يقرب من 162 حالة ترددوا علينا لحد دلوقتي كان حالة بسيطة يعني وتم توقيع الكشف الطبي عليهم ودناهم العلاج اللازم لهم دينا دلوقتي عادة حيات وصفة 14 حالة عشرة في المستشفات مكة والحمد لله بنتطمن عليهم بصفة مستمرة وحياتهم مستقرة وبنتباحهم ومرضى غسيل الكلوي برضو بتم عملات الغسيل الكلوي لهم في انتظام وكان فيهم حالات محتاجة غسيل الكلوي وعملنا لهم تنسيف مستشفى المشاعر هنا مستشفى ميناء ومستشفى جسر الوادي وفيه عندنا حالتين محجوزين في مستشفىتين هنا في عرفات وفيه عندنا حالتين موجودين في مستشفى ميناء للطوارئ ومستشفى ميناء الجسر الحالات كلها عبارة عن حالات بسيطة ما بين صدمة حرارية ما بين ارتفاع بالسكر ما بين الشبه جلطة بالمخ ننتجة لجهات الحرارية وننتجة المجهود ولكن الحمد لله الوضع العام الوضع مستقر ونحن ننتظر حد باستمرار الحمد لله كما شاهد جسر الجمرات في يوم التشريك الثاني كثافة عددية من ضيوف الرحمن خاصة بعد صلاة الظهر التي واجهتها حملات منظمة من قبل التواجد الشرطية على طول جسر الجمرات وذلك تيسيرا على ضيوف الرحمن برمي الجمرات الثلاث والتي عاكست بشكل إيجابي في توفير الأجواء الروحانية للحجاج دعينا الله بالقبول نحن في بلاد مقدسة وندعى الله سبحانه وتعالى للشعب المصري والقيادة المصرية كل الاحترام وكل الحب وإن شاء الله رب العالمين يعيدوا عليكم سنين مديدة وانتوا في أحسن حال إن شاء الله البعثة ممتازة ناس ممتازة تعبت تعبت تعب جامد شالوني على كوف الراحة والله 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 مكان مش أماكن ممتازة بعثة ممتازة فيها جميع الخدمات فيها جميع الإمكانيات حاجة تشرف كل مصري إنه هو فعلا بيشوف ناس على جد المسؤولية في البعثة وبنا يوعد كل مشتاء إن شاء الله بإذن الله حاجة جميلة وحاجة مشرفة بالنسبة للسلطات المصرية وإحنا طلعين تبع باسة الحج تبع الدخلية والباسة الطبية كمان بتاعة وزارة الصحة حاجة كويسة وحاجة مشرفة رغم مشقة الرحلة المقدسة إلا أن ضيوف الرحمن خاصة المتعجلين منهم في يوم التشريك الثاني انتباتهم فرحة غامرة بأداء الفريضة فالأجر على قدر المشقة من أمام جسر الجمارات محمد حلمي التلفزيون المصري